اشهد معاني السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالمستوى العالي الذي وصل اليه شباب المملكة على مختلف الاصعيدة مؤكدا ان الاحتفاء باليوم العالمي للشباب فرصة لاستذكار الانجازات التي يحققها شباب المملكة وللتذكير باهمية الدور المنوطة بهم في المرحلة القادمة الذي يتطلب المزيد من الجهد والتعاون من الجميع خاصة القيام بدورهم المهم لتحقيق رؤية البحرين 2030 والتي اطلقها صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة اهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باعتبار ما توثله من مرحلة جديدة للمشروع الاصلاحية واشار مع لي في باقيتين بعثهما لاسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة ولاسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النابل اول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لمناسبة اليوم العالمي للشباب الى اهمية دعم جهود الحكومة والجهات الرسمية للنهوض بالشباب وتحقيق تطلعاتهم وتشجيعهم على التحصيل العلمي والتميز في المجالات الرياضية والفنية وغيرها مؤكدا ان شباب المملكة متميز وذا كفاءة عالية تؤهله للوصول لاعلى المراتب في مختلف المجالات مثمنا في هذا الصدد الدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة وصاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الاول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في تبني قضايا الشباب ومتابعتهم المباشرة لكل ما يخص هذه الشريحة المهمة والأساسية في المجتمع مؤكدا ان الانجازات التي تحقيقها المملكة على المستوى الرياضي تعد احدى ثمرات هذا الاهتمام وتمنيا لهما ولشباب المملكة كل التوفيق والسداد لخدمة وطنهم وقيادتهم ترجمة نانسي قنقر